السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفة تحية طيبة لكم يوم الأربعاء السادس عشر من شهر فبغواغ الفين واثنين وعشرين نبدأ أصدقائي في البداية بنتائج اجتماع كورونا الذي كان وانتهى بهذه الأثناء وجمع بين السيد شولتس مستشار ألمانيا والمقاطعة الألمانية الستة عشر أعلنوا بأن يوم عشرين مارس الفين واثنين وعشرين عشرين تلاتة الفين واثنين وعشرين هذا اليوم سوف تنتهي فيه أغلب الإجراءات في ألمانيا سوف تنتهي فيه القواعد وسوف ترجع ألمانيا فيه إلى طبيعتها وسوف تنتهي أغلب الإجراءات الصارمة لكن نقطة مهمة قالوا بأن يرغبون بأن يحتفظوا بالكمامة بعد هذا اليوم يعني جميع الإجراءات الصارمة سوف تنتهي وبذلك سوف ينتهي التفريق بين ملقح وغير ملقح والقواعد قاعدة صفيقي ملقح غير ملقح شفية لم يشفى بداية من هذا اليوم ستنتهي هذه الأمور السؤال الذي أيضا طرح هذا اليوم من عند الصحافة الألمانية هو هل جميع المقاطعة الألمانية الستة عشر سوف تلتزم بهذا اليوم وهل جميع المقاطعة الألمانية الستة عشر سوف تنهي جميع الإجراءات أم أن هناك مقاطعة أو مقاطعتين يمكن أن يمددوا ببعض الإجراءات الصارمة إلى غاية الشهر الرابع لكن عموما حسب البرلمان الألماني وحسب القانون الألماني يرغبون بأن جميع ألمانيا ترجع إلى طبيعتها بداية من هذا اليوم لكن أصدقائي السيد شولتس أعلن مستشار ألمانيا وقال سوف يكون اجتماع آخر سوف يحضره السيد شولتس مستشار ألمانيا والمقاطعة الألمانية الستة عشر يوم السابع عشر من شهر ثلاثة مارس الفين واثنين وعشرين وسوف يتحاورون فيه مجددا قبل انتهاء الإجراءات السيد شولتس أيضا أكد هذا اليوم بعد نهاية الاجتماع وقال بأنه مع إجبارية اللقاح وطلب من سكان ألمانيا التوجه للحصول على اللقاح حتى إذا انتهت الإجراءات يطلب من الناس الدهاب من أجل التلقيه وقال مستشار ألمانيا أنه سوف يعمل مع السياسيين الألمان من أجل أن يكون هناك في ألمانيا إجبارية للقاح يعني يرغبون بالاستمرار بمناقشة الأمر في البرلمان ويرغب السياسيون في ألمانيا والحكومة الألمانية والمقاطعة الألمانية كلهم يرغبون بإجبارية اللقاح في ألمانيا يعني المناقشة حول موضوع إجبارية اللقاح سوف تستمر وقال السيد شولتس بأنه هو يرغب بإجبارية اللقاح لأنه قالق أنه ممكن بفصل الخريف أو فصل الشتاء يأتي متحور جديد يفسد علينا كل شيء وألمانيا ترجع إلى الغلق أو ترجع إلى تشديد الأمور يعني قالوا بأنهم يرغبون الآن بداية من يوم 23 تخفيف الأمور لكن سوف يعملون سندا قانونيا بالبرلمان الألماني هذا السند يقول بأن ألمانيا يمكن أن ترجع إلى الغلق أو إلى تشديد الإجراءات إذا ارتفعت الحالات أو ظهر متحور جديد في فصل الخريف أو فصل الشتاء المقبل يمكن مجددا أن يشدد الإجراءات على غير الملقحين إلى آخره أيضا أصدقائي أعلنوا بأن الفتح في ألمانيا سوف يمر على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى سوف تبدأ بداية من هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل حيث أنهم سوف يسمحون لجميع الناس بالدهاب إلى محلات التسوق فقط بإجبارية كمامة FFBetsvai محلات التسوق ستسمحوا للجميع وأيضا سوف يسمحون بداية من هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل على حسب كل مقاطعة السماح للملقحين ولمنشوفيق بأن يلتقوا بأي عدد من الأشخاص يعني الملقحين ومنشوفيق يسمح لهم باللقاءات ولا يوجد هناك حد للتجمعات يسمح لهم بأن يلتقوا مع العدد الذي يرغبونه من الأشخاص لكن في حالة واحدة إذا كان شخص غير ملقح في جمعة فيها كلهم ملقحين أو مشفيين هنا يصبح اللقاءات فقط شخصين يعني الغير الملقحين الآن ممنوع عليهم اللقاءات سوى مع شخصين لكن غير الملقحين الآن بداية من هذا الأسبوع الأسبوع المقبل سوف يسمح لهم بأن يجتمعوا مع من يشاءوا نحن الآن نتكلم على المرحلة الأولى من عشرين ثلاثة ألفين واثنين وعشرين سيسمح للجميع وتنتهي كل الإجراءات المرحلة الثانية أغلب المقاطعات ترغب أن تبدأ بها بداية من يوم الرابع من شهر ثلاثة ألفين واثنين وعشرين وبداية من هذا اليوم أغلب المقاطعات سوف تسمح للناس أن يذهبوا إلى المطاعم أو إلى الفنادق بثلاث شرط إما يكون الشخص ملقح أو يكون الشخص قد شوفي وعند وثيقة الشفاء أو الشخص الغير ملقح سوف يسمح له أيضا الدخول إلى المطعم إذا بشرط أن يكون عنده فحص سلبي أصدقائي وهذا الأمر يرغبون بالبداية به بداية من يوم 4 مارس لكن هناك مقاطعات غيرة القوانين مثلا مقاطعة بايرن تسمح الآن بالدهاب إلى فتنس شتوديو وعمل الرياضة أيضا لغير الملقحين بشرط أن يتوفروا على فحص سلبي ممكن أن مقاطعات أخرى تسمح أيضا بأمور متعددة بداية من الشهر الثالث أو من نهاية هذا الشهر دائما راقبوا الأخبار الخاصة بمقاطعتكم سوى شيء واحد هو الديسكو أو محلات الرقص سوف تبقى فقط لمن لقح ومن شوفي مع فحص سلبي أو يدخل لها من عنده ثلاثة جرع الخطوة الأخيرة أصدقائي سوف تبدأ بداية من عشرين تلاتة ألفين واثنين وعشرين سوف تنتهي جميع الإجراءات ولن تبقى هناك إجراءات سوى الإجراءات المهمة ويسمونها بلبس الكمامة لبس الكمامة سوف تبقى في ألمانيا عند ركوب المواصلات والدخول إلى المحلات أو مثلا المحلات أو الأماكن المغلقة ستبقى فيها إجبارية الكمامة سيبقى التباعد الاجتماعي بين الناس يكون هناك تباعد وستبقى الأمور الخاصة بالنظافة لكن أغلب الأمور سوف تنتهي وستنتهي جميع القواعد ستنتهي قاعدة صفايقي ستنتهي قاعدة ضغايقي وهذا اليوم ترجع في الحياة إلى طبيعتها في ألمانيا كما قالوا ولكن سيعملون سندا قانونيا بأنه إذا ساء الوضع ترجع ألمانيا إلى الإجراءات المتشددة في فصل الخريفة وفصل الشتاء الآن أصدقائي نمر إلى موضوع العاصفة ريح قوية سوف تعرفها ألمانيا يوم غد الخميس وأيضا يوم الجمعة ريح قوية أصدقائي فالمرج توخي الحضر ممكن أيضا أن يحصل غدا تأخر بالقطارات أو يوم الجمعة ممكن أن تلغى بعض القطارات في بعض المناطق ممكن أن تتساقط أشجار أو جدع لشجارة فانتبهوا جدا جدا يوم غد أو وبعد غد أصدقائي أيضا عند سياقة السيارة انتبهوا وأيضا أعلنت وزارة التعليم بمقاطعة شمال الرين فيستفالن نورد غاين فيستفالن أعلنت بأنه يوم غد سوف تغلق المدارس المدارس الحكومية بمقاطعة شمال الرين فيستفالن وطلبوا من الآباء والأمهات اللا يبعتوا أبنائهم إلى المدرسة وتلاميذ المدارس أن لا يذهبون إلى المدرسة وقالوا إذا عندكم أطفال صغار ويدهبون إلى روضة الأطفال بمقاطعة شمال الرين فيستفالن بأن لا تأخذوهم إلى هناك وأن يبقوا عندكم معكم بالبيت أو عند أحد من العائلة يهتم بهم باقي المقاطعة لم تحدد شيء وتركت الأمر للمدرسة يعني المدرسة هي من تحدد هل ستغلق المدرسة أم لا تغلق مثلا قرأت أيضا بالأخبار بأن غايلاند بفالس تقول للآباء والأمهات بأنهم من يقرروا يوم غد هل يرغبون بإرسال أبنائهم إلى المدرسة أم يبقون في البيت نفس الشيء بالنسبة لمقاطعة زارلند تعطي الآن أيضا الأحقية للآباء والأمهات أن يقرروا هل يرسلون أبنائهم يوم غد إلى المدرسة أم يبقون في البيت لكن انتبهوا الرياح سوف تتراوح سرعتها وقوتها بين 100 كيلومتر للساعة إلى 120 كيلومتر للساعة ستضرب شمال ألمانيا الناس الذين يعيشون جنب البحر بحر نوردزي أو أسدزي انتبهوا أيضا وسط ألمانيا وشرق ألمانيا وغرب ألمانيا انتبهوا جزاكم الله خيرا جنوب ألمانيا ستكون فيه أيضا الرياح ممكن أن تتراوح بين 70 كيلومتر إلى 100 كيلومتر للساعة انتبهوا جزاكم الله خيرا يوم غد ويوم الجمعة أيضا نمر أصدقائي إلى آخر موضوع تتكلم أيضا عن مصحفة الألمانية بعد زيارة السيد شولز إلى روسيا ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ تفاؤل بالأوساط العالمية والسياسية بنهاية أو قرب نهاية هذه الأزمة بين أوكرانيا وبين روسيا وهناك الآن أمل ولله الحمد في بداية الحوار والديبلوماسية بين البلدين والحمد لله لم يعد ذاك القلق الكبير من قيام حرب أصدقائي وأيضا جاء هناك خبر بأن روسيا هذا اليوم سحبت جزءا من جيوشها الذين يتواجدون بالحدود بالقرب من أوكرانيا ما زال هناك قلق لكن الآن بدأ انفراج للأزمة وهذا ما كنت قد قلته لكم أصدقائي متابعي القناة يعرفون هذا الأمر ويعرفون رأيي بهذه المسألة قلت لكم بأنه هو فقط إظهار للعضلات وأيضا ستكون هناك تأزيم لكن لن تكون هناك حرب وهذا ولله الحمد ما الآن بدأنا نلاحظه بأنه هناك الآن محاولة للتهديئة لأن الحرب هي خراب للناس خراب للاقتصاد وخراب للحياة وغلاء فاحش سوف يعرفه العالم لذلك الخيار الحرب أصلا يعني كان موجود لكن ولله الحمد كان أملنا أن يكون هناك السلم والسلام والتهديئة ولله الحمد هذا ما الآن تسير عليه الأمور في هذه الأزمة شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء شكرا لكم